مرحبا برج العقرب طاقتك انت شوي تختلف عن القراءات السابقة لان احس ان اغلب ليس الكل ولكن اغلب برج العقرب قراءتها رح تكون شخص من الماضي او الشريك رح يكون شخص من الماضي بعضكم رح يكون شخص جديد ولكن بتعيشون معه تقريبا نفس الديناميكية او نفس القصة شون اوضح لك هاي الشخص عنده خوف من القرارات الكبيرة دايما احتمال يكون شيء بسيط بالنسبة له مثل اختيار لون الجدران مثل الارتباط مثل شنو اطلب على العشاء دايما عنده تردد في القرارات فشنو يسوي هذا الشخص عنده حل لهذا الخوف شنو يسوي يخلي خياراته مفتوحة احس بالامان لما شخص طاني يختار بداله مثلا اذا فكر في الارتباط تحس انه اسهل انه الام والاهل والخوات هم اللي يختارون له خلي خلاص المسئولية عليهم والعب احس انه ينشال من على ظهره وينحط عليهم لانه قلت لك ما يحب يخاف ما عنده قدر على الاختيار يمكن يكون ميزان لان الميزان هو هذا الطبعة ولكن احتمال يكون اي برج ولكن ما اخط طاقة الميزان فشنو يقاعد يسوي يقاعد يخليك انت اللي صاير في الوضع ان هاي الشخص مخلي خياراته مفتوحة او مخلي العلاقية النوعا ما مفتوحة مو مثبتها بقرار او بحديث معين معاك لما يكلمك يقول لك خلاص احنا مرتبطين خلاص انت لي وانا لك وارتب وضعي وكذا وكذا ونرتبط هذا اللي يخلي الامور مفتوحة عشان دائما اما انت او اما الاخرين تختارون عنها اشوفك في السابق دائما انت اللي كنت تحارب عشان تخلي العلاقة تنمو تحارب او انت اللي قاعد تروح تجاهها تخطو تجاهها خطوة خطوتين الثالثة هذا الشخص ينسحب يبتعد عنك دائما فيه سحب بينكم لان هذا الدينماكية اللي صايرة عندك واشوفك ايضا ان انت كنت دائما الشخص اللي يحارب عشان العلاقة نفسها كأنها يعني من طرف واحد طريقة تصرفة في السابق او اذا كان شخص جديد سيدخل حياتك فهي تصرفات اللي بتكون في البداية معاك ارى انك انت عزيزي برجل عقرب جدا مستعد عندك فوكس على ما تريده ان تريد الزواج الاسرة البيت الاطفال عندك فوكس تعرف شنو الحياة اللي تب بيها بتفاصيلها وافق ان انت بالارتباط مثلا بالنسبة لك وافق هذا الشخص عندكم دينماكية غريبة في الارقام يكون مثل رقمك ولكن عكس الطاقة يعني هو فعلا اللي قاعدة افهمه ان احتماله هو يريد نفس الاشياء اللي انت بيها ولكن عنده صعوبة ان يختار فعدم اختياره يبين لك انه لا يريد لا يريد عرضك لا يريد الارتباط معاك لا يريد ان يبدأ معاك حياة جديدة ولكن اللي احسه لا بالعكس فيه تناغم عندكم هو يريد بالضبط ما انت تريده عنده ايضا مشكلة في اظهار مشاعر احتماله شوفه شخص خصوصا بخصوص المشاعر لا يتكلم كثيرا كتوم لا يصارح يعني منعية الاشخاص اللي يتصل فيك يقولك وحشني شوي في المشاعر خاف انه يفتح قلب الاخرين ولكن الاربعة مع الاربعة عندك اربعة الاخصان انت وهو عندي اربعة الخماسيات عندكم نفس الرغبات ولكن فيه مشكلة حاليا في الالتقاء نقصة الالتقاء لانه مو قاعد يصير الالتقاء لانه واحد يقرب واحد يبعد فمو قاعدين تتفقون على اتجاه هاي العلاقة حاليا ولكن خلف كل هذا خلف كل الدراما اللي صايرة في حياتك وفي حيات الشريك ارى ان اثنينكم جدا متفقين تحبون بعض في شغف ومتفقين ترى وترون نفس الاشياء يعني احسه اذا انت تسألني عن مواصفات الشريك احس مثلا بعطيك مثال اذا هو يرى ان من التبذير ان مثلا مبلغ معين يصرف على كذا وكذا انت ترى مثل ما هو يرى مو من اجل ان تتفق معاه لا انت عندكم اتفاق على امور كثيرة في الحياة مثلا اسلوب تربية الابناء طريقة تصرف الامهات اشياء كثيرة انتم متفقين عليها وجهة نظرك مثل وجهة نظرة بس حاليا هو في مرحلة تخوف من اختيار القرار لان هاي بالنسبة له قرار مصيري يخاف يجازف يجازف في ماذا احتمال عنده مبلغ معين متدخرة من اجل مشروع يخاف يجازف فيه ويتزوج او العكس صار لفترة كثيرة يتدخر مبلغ حق الزواج فهو احسه قاعد يحرص انه لما يختاره يتزوج يكون خلاص زواج فيه استقرار ما يكون فيه طلاق او مشاكل او عدم استقرار يكون الخلاص القرار الصحيح والزوجة الصحيحة يعني يكون مقتنع عندك ايضا طاقة النجمة كانت تظهر بكثرة هي وكرت العدالة تظهر بكثرة في القراءات السابقة وتسعة الخماسيات تسعة الخماسيات طبعا هي كرد الحياة العزوبية حياة الرفاهية الاموال وتحقيق الاهداف تحدث في هاي المرحلة ما عدا الزواج يعني هاي المرحلة تحدث فيها كل احلامك بغض النظر عن ما هي احلامك ما عدا الزواج الارتباط تكون في هاي المرحلة انت او الشريك اللي قاعدة اشوفها ان انت قاعد تتحدث بشكل جاد مع الشريك وتقول له الى متى احنا راح نظل في هاي المرحلة في مرحلة العزوبية وفي مرحلة الانتظار يعني يمكن فعلا فيه كلام بينكم عن احتمال الارتباط او الرغبة في الارتباط بس الموضوع احتمال مطول فاشوفك تسأل الشريك متى راح يصير هالشي انتظرنا بما فيه الكفاية وكانت لدينا علاقة او معرفة بما فيه الكفاية متى راح نتزوج لان بالنسبة لك الموضوع صار مثل النجمة النجمة بعيدة كل ما تمشي باتجاهها ما راح توصل تحس انك ما قاعد توصل للخاتمة اللي المفروض لهالوقت وصلت لها انت والشريك وهي الارتباط فكأنك شوي قاعد تسأله عن الوقت وتسألني انا بعد عن الوقت متى راح يصير هذا الشيء احس ان الشريك مثل ما اخبرتك يريد ما انت تريده ولكن هو يتأنى اكثر طاقته بطيئة اكثر احس غير مستعجل ابدا غير مستعجل ما اخذ روحه على هدوء وروية وعنده ايضا خوف هاي الانسان ملتزم سواء ملتزم من ناحية التصرفات او ملتزم من ناحية الدينية يعني انسان جاد لما يوقع عقد لما يعطي كلمة يحب ان يكون قدها ما يحب ان يتراجع فيها فبالنسبة لتوقيع عقد الزواج بينك وبينه او الارتباط موضوع جاد يريد ان يفعله بالطريقة الصحيحة ما يستعجل فيه اوكي مع رقم سبعة هنا عندنا سبعة الاكواب وهي طاقة الخيارات الكثيرة قلت لك فيه تقابل بينك وبينه بالارقام وهذا بالنسبة لي يمثل لي في هاي القراءة ان انتو تريدون نفس الاشياء ولكن فيه اختلاف بسيط على التوقيت على التفاصيل على واحد منكم مثلا مستعجل اكثر واحد منكم نخلي الامور على راحة سبعة الاكواب قلت لك عنده سبعة السيوف وفي القراءة سبعة السيوف وكارت الاويكنينج الاستيقاظ احس من الاوراق انه انت بالعادة كنت دائما اللي مثل ما قلت لك اللي انت تسأل تطرح السؤال وتطرح موضوع الزواج والارتباط صح؟ هاي اللي قاعدة احسها من القراءة انت مستعد انت كارتك اربعة الاقصان وهي كارت البيت الاسرة الاطفال يلعبون في الحديقة هاي الشخص طاقته عدم التحرك للامام ولكن احس ان اللحظة اللي انت وراح يكون من جانبك راح تنسحب شوي شوي من حياة هذا الشخص هدوء يعني ما راح يكون انسحاب دايركت وعنيف ومرة واحدة تبطع الاطصال معالا اللحظة اللي انت تشيل تركيزك وتفكيرك عن متى راح يصير هاي الارتباط وانا مستعجل وانا اريد الزواج غدا او بكرا او قريبا اللحظة اللي تشيل تفكيرك عن هاي الموضوع تبتدي تركز على امور ثانية عمل اسرة زيارة الاهل زيارة الاصدقاء حرفة يدوية انت تسويها اللحظة اللي تبسدي شوي تركز على نفسك تنسحب من هذا الشخص هذا الشخص راح يتشوف انه عنده فراغ في حياته والفراغ هو بسبب عدم وجودك لان انت انسحبت لما اقول انسحبت مو معناتها انفصلت او نهيت العلاقة نهائيا ولكن انشغلت بنفسك عزيزي برج العقرب النصيحة ايضا لك ان انشغل بنفسك دائما يقولون الاطباء اذا عندكم مشكلة مرضية عشان ما تكبر لا تركز عليها دائما ولا تتحدث عنها دائما ولا تشتكي منها دائما كثرة الشكوى تكبر المشكلة نفسها فلما تركت على امور ثانية احتمال بالعكس مثمرة في حياتك مثل علاقاتك صداقاتك اي شي انت تحبه هاي شخص راح يلاحظ غيابك بالنسبة لك انك اختفيت لا يعرف اين ومتى اختفيت بعدين راح يكتشف راح يوصل المرحلة ويكتشف انه ليس كل ما يلمع ذهبا هو فعلا كان انسان يحب يخلي خيارات كثيرة في حياته علاقاته مفتوحة ما يحب انه يدخل قفص ويغلق عليه بما معنى ولكن راح تتغير طاقته 180 درجة على طول راح يتحول من طاقة الاشخاص الكثيرين او الامور الكثيرة الانشغال عنك الى طاقة وينك انت يا برج العقرب وشلون اوصلك وقتها راح يكون فيه عرض للزواج او الحب عندك الكوب الواحد وهي طاقة ان انت تعرض على شخص زواج ارتباط حب مشاعر لان هذا الشخص يعرف ان انت ايضا تعرف انه كان عنده اكثر من خيار كان غير ملتزم بالاحرى مشارط يكون عنده اشخاص ثانين كان غير ملتزم في العلاقة اساسا ما هو الشخص اللي غير ملتزم من اجل هذا السبب يكون عنده اشخاص ثانين او اولويات اخرى غيرك وغير العلاقة هذا اللي راح يصير بعدها هذا الشخص راح يتحول طاقته حتى الاتجارة الاتجارة راح يختلف كان متجه نحوه هذا الجهة هذا الجهة هي حياة المعتادة الخيارات الاشخاص براحته يفعل ما يريد وقت اللي يحتاجك يرجعلك راح يتحول عندما انت تبتدي شوي شوي تنسحب وتركز على نفسك وحياتك تضع الاولوية لنفسك كل هدوء بدون اي غضب او بدون اي مواجهة هاي طاقة تبعت السيوف طاقة عدم المواجهة الموضوع يقولك لا يحتاج لمواجهة مع هاي الشخص عليك ان تريه بالافعال قيمتك وما انت تستطيع ان تعمل يا برج العقرب وقتها هذا الشخص راح من هاي الجهة وهاي الاطباع راح يتحول لك الى فارس الاحلام اللي مستعد ان يبني معاك مثل ما انت مستعد ويعرض عليك الزواج والحب والارطباط الرسمي احس هاي هي الطاقة اذا كنت تسأل عن مواصفات اكثر عزيزي برج العقرب فانا لا بالعادة لا اركز على المواصفات الشكلية لانها حتى لو انطبقت عليك هذا شخص ما راح تنطبق على الكل ولكن احس بشكل عام ان هذا الشخص معاك انت يكون عكس ما هو مع الاخرين يعني اذا كان مع الاخرين خجول احتمال ان اشوفه دائما خجول او لا يثق وينفتح بسرعة مع الاخرين فهو معاك العكس تماما معاك انت حس ان انت المنزل بالنسبة للامن والامان الشخص اللي دائما يفض فضله يشكيله يثق فيك اكثر من انفتاحه مع الاخرين اذا كان تشوفه مع الاخرين بالعكس يتكلم كثيرا ويمزح ويضحك فهو معاك تشوفه لا هادئ ساكد كلامه يكون موزون و جادو فراح تشوف هاي المواصفات فيه ما هي المرحلة القادمة بعد الامور اللي قلناها عندك الامبراطورة ملك الاكواب ثمانية الخماسيات وهي طاقة الانغماس في العمل و ثمانية الاكواب قلت لك من بداية القراءة في عندكم مقابلة غريبة بين الرقم والطاقة ثمانية خماسيات ثمانية اكواب عندنا هني سبعة اكواب سبعة سيوف اربعة اغصان و عندنا اربعة خماسيات يعني هذا طمأنه لك اصلا ان حتى لو كنتوا حاليا لا تتفقون في وجهات النظر لا تتفقون على تفاصيل علاقتكم والارتباط و هاي الامور التارو طريقة القراءة خبرك ان لا تحاتي لان انتوا فعلا ترى بغض النظر عن حاليا شمي قاعد يصير انتم متجهين الى نفس الاتجاه و راح تحصلون على نفس النتائج مع بعض هذا الشخص احتمال ان انت اشوفك راح تقبل عرض زواجة راح يكون ارتباط رسمي و راح يتغير بعد الزواج ولكن الى الافضل دائما احنا نسمع قصص ان الاشخاص يتغيرون للاسوأ بعد الزواج ولكن في هاي الحالة راح يتغير الى الافضل شنو راح يصيره؟ هذا الشخص راح جدا يكون اسعد بكثير في الحياة الزوجية احتمال يكون منغمز في الحياة الزوجية اكثر منك يعني هو كان فقط غير وافق في مرحلة الاختيار او الخطوات الاولى ولكن خلاص عندما يأخذ اتجاه يتوجه اليه بكامل قوة وطاقته راح يكون من نوعية الازواج او الشركاء اللي احب يساعد احب يخدم احب مثلا يساعد في البيت اشوف شخص يحب يساعد في البيت يعني مو من نوع الازواج اللي يدخل البيت يقعد على الكرسي او ينام وخلاص لا احب ينغمز معاك في تفاصيل الحياة الزوجية يكون لك فعلا شارك اشوفك انت لما تشوفه بهذه الطريقة راح تكون سعيد اكثر من الزواج نفسه اكثر من الزواج نفسه او مرحلة عقد القران راح تكون سعيد لما تشوف تصرفات هاي الشخص بهذه الطريقة لانه بالنسبة لك غير متوقع تحول كبير من طاقة السبعة طاقة السبعة هي دائما الانتظار الى طاقة الثمانية طاقة الثمانية انجاز العمل وخلاص الشخص منغمز في عمله او طاقة الافعال ثمانية الافعال ما فيها توقف انت راح تكون سعيد والاحظك انه راح تسوي حركة معينة احتمال فترة اللي انت كنت سنقل عزيزي برج العقرب او غير مرتبط كان في عندك علاقات كثيرة من الصداقات من الناس المعارف ارى انك انت اللي راح تقرر بسبب هاي الزوج بالنسبة لك راح يكون حتى صديق حتى اخ حتى كأب او اذا العكس اذا انت الرجل هاي الزوجة راح تكون لك اخ ام صديق كل شيء بالنسبة لك فانت وقتها غير عن سعادتك انت راح تاخد قرار انه تخرج بعض العلاقات من حياتك اللي تحس انه ما تلزمك لان انت هاي الاشخاص المعينين اشوفك رأيتهم على حقيقتهم فترة ما كنت اعزب وغير مرتبط ولكن كنت صبور تنتظر اللحظة المناسبة مثل شوية طاقة انتقام تنتظر اللحظة المناسبة عشان تكون في اوج قوتك طاقة الملك اوج القوة عشان تاخذ فعل واضح وصريح معهم اشوفك راح تسحب على بعض الاشخاص اعتما الاشخاص بعيدين من المعارف الاصدقاء الاهل whatever اشخاص كانوا دائما تحسهم عائق في حياتك راح تسحب عليهم ورح تنظر بكل حب لهذا الشريك انت مستمتع ترا في هاي الحالة شريك جدا ممتاز طاقة البطريق وهو حيوان جدا يعني شريك كل همه عشي الزوجية اشوف انه ايضا راح يدور بينكم حديث انت راح تنظر له وهو في هاي الوضع راح تذكره الامور اللي سواها قبل عدم القرار او التردد او الامور اللي خلاك تعاني منها انت في السابق راح تنظر له واتذكره بهاي الامور هاي الشخص راح يطاطئ رأسه لانه فعلا هو ايضا راح يستغرب من كمية السعادة اللي في الزواج اللي كان متخوف منها في البداية كمية السعادة وايضا عندي كارت الامبراطورة اشوف انه في حمل سريع يعني بعد الزواج الامبراطورة هي طاقة الام ولكن الجنس غير مهم اشوف انه في حمل سريع بعد الزواج طفل واحد في البداية انت راح تكون سعيد مثل الملك المتوج وهذا الشخص راح يكون الشريك المثالي بالنسبة لك راح اسحب للك كارت تبع النصيحة الاخيرة لبرج العقرة كما يتماشا مع القراءة كارت اخير لبرج العقرة لبرج العقرة لبرج العقرة لبرج العقرة احس هاي النصيحة ترجع حك هاي المرحلة هاي النصيحة الذكرك بهذه المرحلة مرحلة اللي انت لازم تساعد الشريك انه ياخد قرار ولكن تذكر النصيحة النصيحة كانت غير تجنب المواجهة طلعت لك سبعة السيوف تجنب المواجهة مع الشريك انت تريد الارتباط الارتباط سيحدث ولكن اختار الطاقة المناسبة عشان تتعامل مع الشخص لما الشخص يكون خايف ومتردد انت تدفع اكثر تجبرة اكثر تكون صارم معه وصريح اكثر لا ينفع لازم انت هنا تحكم طاقة القلب والعقل والذكاء مع بعض لما يكونه غير متأكد بالعكس الحل ان انت شوي تنسحب تعطيه مثل الوقت اللي يفكر مع حاله لحاله يفتقد وجودك هذا اللي سيدفع التغيير هذا الكارت يذكرك بهاي المرحلة الاساسية اللي لازم انت تسويها يعني يقولك تصرف الذكاء عاطفي الذكاء العادي مو معناة الذكاء العاطفي هذا شخص انت عرف نوعيته فاختار له افضل حل افضل حل هو عدم المواجهة مع هاي الشخص بالعكس رح يحس بضغوط زيادة اذا واجهته وحاسبته وعاتبته لما يرجع لك ويكون واثق انه يريد الارتباط اوكي يعني شوف انت حتى مرحلة العذب وين طالعه عندك طالعه عندك بعدين بعد الزواج انت هنيت عاتبه وهو هنا مطاطق رأسه فيقولك اختار الوقت المناسب لاجراء الحديث المناسب لانه انت عزيزي تقدر بهاي الطريقة تأخذ ما تريده وما تشتهي من الشريك شكرا بلت العافة تأخذ ما تريده وما تشتهي من الشريك